بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم كل المتابعين كل المشاهدين يتجدد معكم الموعد عبر اليوتيوب ومعكم أحمد السيد وحديث ساخن في كل الأمور الرياضية خلال الساعات الماضية أهلا بكل متابعي قناة الإعلامي عبد الناصر زدان وقناة كورة بلدنا ساعدت وأسعد ودائما إن شاء الله أسعد بالتواجد مع حضراتكم للحديث عن كل جديد وكل الكواليس التي نحرس أن نأتيها لكم بكل أمانة وبكل مصداقية نراعي دائما ضمائرنا من أجل أن نعطي لحضراتكم الحقيقة إن شاء الله كاملة في كل القضايا وفي كل الكواليس هكلم حضراتكم خلال الدقائق القادمة في أزمة جدول الدور العام ومباريات الدور العام والتي لا حديث خلال الساعات الماضية بل والقادمة عن هذا الشأن ترند خلاص هو ده ترند اللي شغال في الكورة المصرية الدور العام هيكمل ولا مش هيكمل موقف الأهلي إيه؟ موقف الزمالك إيه؟ موقف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وموقف رئيس نادي الزمالك اتحاد الكورة وهان يا بريدة موقفهم إيه؟ هنتكلم في هذه الكواليس خلال ساعات من المفترض اتحاد الكورة يعلن عبر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات جدول مباريات الدور العام المتبقي المقترح وهيشوفوا زي بلونة اختبار كده هيعرضوها ويشوفوا رأي الناسي ورأي الاندياي طبعا ده بعد ما تكون لجنة بريستكابتن أحمد شبير وكان فيه اتصالات هاتفية وخلافه طيب هل القرارات دي هتلقى قبول لدى الاهلي والزمالك وباقي الفرق هعرف مع حضراتكم هذا الامر وهنتكلم فيه دلوقتي طيب موقف الاهلي ايه؟ والعديد من الافكار التي خرجت خلال الساعات الماضية بقصوص اقامة الدوري بدون اللاعبين الدوليين ورأي الاهلي والزمالك ايه ده اللي هتكلم فيه مع حضرتكم ايضا عندي تصريحات نارية لامير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك وليه تعقيب في نقطتين انا مش هتكلم على تصريحاته يتكلم زي ما هو عايز له منا كل تقدير واحترام ولكن انا هتكلم في جزيتين فقط فيما يخص حديثه حول كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة في النادي الآلي وحديثه حول صفقة حسين الشحات وبعض الامور الاخرى طيب نبدأ منين الرواية ونبدأ منين القصة والحدوتة والحكاية البداية نتكلم عن الدوري العام زي ما حضرتكم عارفين النادي الآلي اصدر بيانا واكد الحفاظ على حقوق نادي خلاص مفهاش خلاف ولقى بيان النادي الآلي قبول لدى جماهير النادي الآلي على عكس زي ما انا اتكلمت مع حضرتكم ما يحاول ان يشيع رئيس نادي الزمالك باهم البعض بان كابتن محمود الخطيب قراراته لا تلقى قبول لدى جماهير النادي الآلي وهذا الكلام عاري تماما من الصح النادي الآلي اكد عدم خود اي مباراة بعد كاس في الامم الافريقية ومبدأ اكد على مبدأ تكافؤ الفرص والفير بلاي الزمالك يلعب مباراةه المؤجلة وزي ما الاهلي تعرض لضغوطاته كان بيلعب زي ما انا بقول لحضرتكم تمام مطشاط كل 72 ساعة على الزمالك ايضا ان يخود باقي مباراةه في الدوري العام بهذا الشهر طيب ايه اللي حصل بعض الاصوات نادة اتحاد القورة بان يلعب باقي مباراة الدوري العام بدون اللاعبين الدوليين بدون اللاعبين الدوليين خصوصا ان الاهلي متاخد منه اربع لعيبة بس والزمالك متاخد منه اربع لعيبة بس وبرامتز اصبح خارج المنافسة متاخد منه خمس لعيبة بس ودول القوام الاساسي للمنتخب مع المحترفين وبعض اللاعبين الايه الاخارة من باقي الدوري العام طيب اذا في فكرة مطروحة ان مباراة الدوري العام تستكمل بدون اللاعبين الدوليين طيب الاهلي لما فكر في هذا الموضوع لأنه ممكن ما يكونش عنده مشكلة ولو أنه لما سألنا الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة في النادي الاهلي رفض الحديث في هذا الشأن وقال أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي والمفوض من قبل مجلس إدارة النادي الاهلي على شؤون القورة هو اللي هيرد وهو اللي هيوضح وهو اللي هيدرس وهو اللي هيعلن قرار الاهلي في هذا الشأن نص الاهلي عنده قنوات اعلامية عنده امور كده ما ينفعش انه تخطاها فمدير الكورة سئلة عن موقف الاهلي من الموقف المشاركة في الدوري بدون اللاعبين الدوليين قال ده قرار مجلس دارة النادي الاهلي هو اللي هيدرس ويقرر تمام طيب الاهلي مرحب ولا مش مرحب معلوماتي ان الاهلي مرحب ليه لان الاهلي شايف انه متاخد منه اربع لعبين بس اللي هم الشناوي وفيه بديل ليه اللي هو شريف اكرامي كحارس مرمى ايمن اشرف وممكن رامي ربيع يلعب في هذا المركز كذلك وليد سليمان هو لسه راجع من اصابة وممكن الاهلي يقدر يعوضه وكذلك ايضا مروان محسن في وليد ازارو لكن الاهلي هيرفض لو القرار مشاركة او عدم مشاركة اللاعبين المخترفين سواء المصرين او الاجانب لان كده الاهلي هيتأثر علي معلول مش هيشارك لانه هينضم المنتخب تونسي وليد ازارو ربما ينضم لقائمة المغرب ايضا كمان جيرالدو متاخد وبالتالي الاهلي هيعاني وبالتالي الاهلي هيعاني وبالتالي الاهلي عنده موافقة مبدئية لم تعلن لو الشروط اللي هو حطها لاستكمال مباراة الدوري العام تكمل لو قاله كمل الدوري العام بدون اللاعبين الدوليين المحليين فقط برضو بشرط ان مباراة الدوري تبقى قبل كاسة الامم الافريقية وان الزمالك يلعب مباراته الموجلة الاول. زي ما حضرتكم عارفين خلاص. اتحاد الكورة كان اصدر قرار منذ ساعات بتاجيل لقاء الاهلي والمقاولون لاجل غير مسمى. وما قالش يتاجيله لبعد كاسة الامم الافريقية ولا قبل كاسة الامم الافريقية. قالك تاجيل لاجل غير مسمى. طيب ده موقف الاهلي من اللاعبين الدوليين المحليين ومشاركته في باقي مباراة الدوري العام اذا صدر قرار بهذا الشأن. وانا اعتقد الموضوع صعب. وقول لحضراتكم ليه. طب الزمالك. الزمالك المشرف العام على الكورة في نادي الزمالك بيقول ان الموضوع ده مستحيل. ورفض الموضوع رفضا قاطعا. ليه? قال لي السبب بسيط. انا عندي جنش الحارس الاساسي منتاخد المنتخب. عندي بديل وعماد السيد مصاب. وبالتالي انا ما عنديش حارس اساسي قدراء العبين. وبالتالي انا ما عنديش حارس اساسي العبين. ما هو كل واحد بيبص من منظوره. وكل واحد بيشوف ايه اللي احسن له. ودي للأسف مشكلة اتحاد القرى. اتحاد القرى يجني ثمار عدم وجود خارطة واضحة لجدول الدوري العام منذ البداية. كان من الاول الكلام ده يكون معلن. واسبكم من لبانة اصل الموسم استثنائي. وان احنا اتفاجئنا بكاس الامم الافريقية. وموسم استثنائي. وعملنا اجتماع حضروا مش عارف مين ومين ومين. وموسم استثنائي. هذه اللي بانة كلمة موسم استثنائي دي خلاص. ما بقيتش يعني يعني لها طعم. بقت لبانة مسخة. وبالتالي كان على اتحاد القرى يبقى عامل بلان اي وبلان بي وبلان سي مش عيب. الفرقة دي لو تأهلت للدور الادوار الافريقية احصل كذا وكذا وكذا. انا لو نظمت كذا افريقية احصل كذا وكذا وكذا. لكن للأسف احنا الامور تدار بعشوائية. والامور تدار بعنجهية. والامور تدار بشلالية. فالدنيا ماشي ايه هلا بيلا. فطبيعي. طبيعيا نلاقي نفسنا في نهاية الدور العام. وبعد يعني كفاح من كل الاندية. على مدار موسم كامل لنفسنا مهددين بعدم استكمال مباريات الدور العام. وانا هنا بسأل حضراتكم مبعات وقلولي في الرسائل من هو المسؤول عن ما وصلنا نحن له الان. ما هو المسؤول عن ما وصلت له القرى المصرية الان. وان الدوري باين في حيط سد ومهدد بعدم الاستكمال. من المسؤول? هل رئيس نادي بعينه? هل اتحاد القرى? هل لجنة المسابقات? هل? 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 ابعتوا لي وقولولي اراء حضراتكم من هو المسؤول عن ما وصلنا له الان في كرة القدم المصرية. وهل هذا سيكون له مردود سلبي على المنتخب المصري في كاس الامم الافريقية لقدر الله? هذا ما اخشى. يجي مستر يقول لك اصل العيبة كانت مرهقة. واصل الموسم الاستثنائي كان مجهد واصل وفصل. والدنيا تبقى مش كويسة. هذا ما اخشى لقدر الله. فالامور بإذن الله ان شاء الله تتظبط. يبقى انا بس كده يبقى انا باتكلم مع حضراتكم بتسلس الواضح. علشان ما اتهوش مني. وعلشان انا باتكلم كلام يعني الى حد ما منظم. ويتمنى دايما ان انا اوفق في عرض الامور بمنتهى البساطة كده مع حضراتكم. يبقى انا كنت بس بتكلم عن فكرة التي طرحت بشأن استكمال الدور العام باللاعبين الدوليين. الاهلي ما عندوش مشكلة لو اللاعبين الدوليين محليين بس لا استغنى عنهم. لكن اللاعبين الدوليين كلهم لا الفكرة مرفوضة. الزمالك رفض هذه الفكرة تماما. وبالتالي الفكرة اصبحت مش مستساغة خلاص. لن تلقى قبول لدى الجميع. قلت لحضراتكم ليه. طيب. الاهلي والزمالك. الاهلي كده في جنب. والزمالك في جنب. والتحاد القرى في كم. طيب الامور هتمشي ازاي? ده اللي هعرفه مع حضراتكم وهتكلم فيه خلال الدقائق القادمة. طيب. هنتقل لنقطة تانية. اتحاد الكورة بيفكر ازاي? خليني كده ندخل جوة كواليس اتحاد الكورة ونروح الجبلية. اتحاد الكورة بيفكر ازاي? زي ما انا بقول لكم عامر حسين خلال ساعات رئيس لجنة المسابقات سوف يعلن موقف باقي المباريات في الدورة العام. طيب. ايه المقترح? وفقا ما علمناه? ايه القصة هتمشي ازاي? هقول لحضراتكم القصة هتمشي ازاي? وتفكير الحج عامر حسين وتفكير اتحاد الكورة. طيب. هما تفكيرهم ايه? تفكيرهم ان الزمالك يلعب ثلاث مباريات قبل بطولة امم افرطية. ده التفكير المقترح داخل اروقت الاتحاد المصري لقرة القدر. ان الزمالك يلعب ثلاث مباريات بالتحديد يوم تلاتين مايو. وبعد كده يوم تلاتة يونيو. وبعد كده يوم ستة يونيو. تمام? تمام. وده يكون مع حرس الحدود والانتاج الحربي والجونة. تاني. يبقى المقترح ان الزمالك يوم تلاتين مايو يابل حرس الحدود. يوم تلاتة يونيو يابل الانتاج الحربي. يوم ستة يونيو يابل الجونة. مش. مبارات الزمالك يوم ستة يونيو مع الجونة دي هم يبقوا مستنين او موافقة من مستر اجيري. لان ده معسكر المنتخب هيبدأ اليوم ده. وغالبا مستر اجيري مش هيمنع. بس اتحاد الكورة مع مستر اجيري اكدوا ان لها مساس بمعسكر المنتخب. يعني المعسكر المنتخب مش ينفع يتأجل. عشان فكرة التي طرحها برضو. واللي كان بيأيدها النادي لان ان معسكر المنتخب نأجله كزا يوم. ونأجل او نخلص ونضغط المباراة ونخلصها. اكد هاني يا بوريدا رئيس اتحاد القرى المصري. وفقا للاجتماع اللي عمله مع احمد مجاهد ومع مستر اجيري وهاب لهيطة. رفض هذه الفكرة تماما. وبالتالي لها مساس بمعسكر المنتخب. ماشي. يبقى ده كده الزمالك الاقتراح بتلات مباراة بتويتاتهم تلاتين وتلاتة واربعة عفوا وستة يونيو. تلاتين مايو زي ما انا بقول مع تلاتين مايو مع الحدود. تلاتة يونيو مع الانتاج وستة يونيو مع الجونة. طيب. الزمالك والاسماعيلي هيبقى بعد كاس الامم الافريقية. والاهلي مع المقاولون العرب برضو يبقى بعد كاس الامم الافريقية. ثم تكون نهاية المسابقة يوم تمانية وعشرين يوليو بمباراة الاهلي والزيمالك. بمباراة الاهلي والزيمالك وده يبقى بعد كاس الامم الافريقية. تاني. يبقى التحاد الكورة لما فكر في التفكير ده قالك ايه؟ قالك كده يا بنا رضيت التحاد. رضيت الاهلي ان انا ضغطت له تلات مطشط دلوقتي هو بالكاس الامم الافريقية. تمام. نلعب كاس الأمم الأفريقية وارجع بعد كاس الأمم الأفريقية الزمالكي باباقيله الإسماعيلي يلعب الزمالك مع الإسماعيلي الأهلي باباقيله المولين العرب يلعب الأهلي مع المولين العرب ثم أجي يوم 28 يوليو نختتم مصابقة الدور العام بلقاء الأهلي والزمالك بلقاء الأهلي والزمالك يبقى أنا كده راضيت الأهلي بجزئية إن المباريات بقت في موعدها المحددة او بمعنى صاحبه في وقت واحد وبالاهلي ملعبش مباراة المقولين غير لما الزمال خلص مؤجلاته وهذا الأمر لكن الاهلي ايضا في بيانه اكد رفضه فكرة ان مباراة دوري يكون بعد كاس الامم الافريقية لان دي هتضر بقيمة الفريل الموسم القادم وهتضر باستعدادات الفريل الموسم القادم ولالي عنده تفكير مختلف شوية للموسم القادم عشان يقدر ينافس على الدوري والكاس وبطولة افريقيا وقابت محمود الخطيب همه وتركيزه الفوز بلقب دوري ابطالة افريقيا الموسم القادم فشايف ان البداية كده مش هتبقى حلوة طيب موقف الاهلي هيكون ايه الرفض موقف الاهلي هيكون الرفض ليه لانه شايف ان انا لما لعب بعد كاس الامم الافريقية ده بيدور مصلحة الفريق ساعتها لما يكون فيه قطاب رسمي هيصل الاهلي سوف يكتمع مجلس ادارة النادي الاهلي وربما يجد جديد وربما يجد جديد من اجل اتخاذ القرار لاما الاستمرار على موقف الاهلي او يكون فيه محاولة لتقريب وجهات النظر من اجل انها مصابقة الدوري العام انها تتم تخلص حتى لو بعد كاس الامم الافريقية لكن الاهلي حتى هذه اللحظة مصمم ومستمر على موقفه يبدأ بس تفكير اتحاد القراء ألعب لتلت مطشط للزمالك قبل كاس الامم الافريقية مطش الزمالك والإسماعيلي والاهلي والموليني وبعد كاس الامم الافريقية وأختم الدوري العام زي ما نقول لحضراتكم يوم تمانية وعشرين يوليو بمورات الاهلي والزمالك ده كلام جميل طيب الزمالك أصلا مش عجبه الوضع كمان الزمالك قالك زي ما أجلت لي مطش الاهلي وال زي ما أجلت لي مطش الاهلي والمولين أجل لي كمان مطش الزمالك والإنتاج يعني ده تفكير الزمالك ده تفكير الزمالك قالك زي ما اجلت مطش الاهلي والمقاولون العرب كمان اجل مطش الانتاج الحربي انت ضغطني ليه تتخلينا لعب يوم 30 مايو كمان كم يوم ليه وبالتالي الموضوع برضو رغم ان الزمالك ابتدى تدريباته ومستر جروس قاد المران ومكمل وكلام كده هقوله لحضراتكم برضو لكن الصورة مبهمة وبصراحة الله يكون فعون الاهلي ولا الزمالك ولا اي فالي انت بتتمرأ انا مش عارف هتتلعب امتى? يعني كمدير فني تلازم بتعمل بلان كده ترفع الحمل التدريبي وتنزل به امتى قبل المباريات وبالتالي هي دي للأسف الامور بتدور في كرة القدم المصرية طيب هتكلم برضو مع حضراتكم في نقطة مهمة جدا الاهلي كمان ارسل خطابا انا لسه هرجع تاني بس لفكرة الدور العام دي والمقترح ده لكن انا عايز اقول لحضراتكم برضو ليه الاهلي بيفكر وليه الاهلي عايز انهي المسبب لكاس همهمة الافريقية الاهلي ارسل خطابا هاما لاتحاد القرى المصر بيسألوا عليه بقولوا مسابقة موليد سبعة وتسعين موقفها ايه السيزون الجاي موسم الجاي ليه؟ ليه؟ لان مسابقة سبعة وتسعين لو اتحاد القرى لغاها كده الاهلي اصبح يعني مجبر على قيد بعض اللعيبة في الفريق اول زي مين؟ زي رمضان صبحي زي كريم ندفد زي ثناء المعارل جونة محمود الجزار واكرم توفين رمضان صبحي زي ما لقلت لحضراتكم الاهلي سيدخل خلال الساعات القادمة في مفاوضات مع هيدرس فيلد الانجليزي من اجل ضم اللاعب نهائيا ومتوقع يكون فيه مغلاء في الصفقة فربما يتم تجديد الاعارة وده يبقى وفقا لجلسة مع نادر شاو وكيل اعمال اللاعب في حضور اللاعب نفسه وكابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبدالحفيز وبالتالي الاهلي بعت لاتحاد القرى لهم هي مسابقة سبعة وتسعين انظمة لان انا لو خدت رمضان صبحي وكمل مع كريم ندفد مع الجزار مع اكرم توفيق انا عايز اعرف لو اللاعبة دي مباشي مسابعة وتسعين اصبحت مجبر ان انا احطهم في قيمتي فابده افكر مين هبقى معي ومين هستغنع عنه ومين هطلعه اعاره ولو المسابقة مستمرة خلاص هعرف ايه اللي يحصل فمن الارجح استمرار مسابقة سبعة وتسعين داخل اتحاد القرى وده لرغبة بعض الاندية لان في هذه الاندية عندها بعض العيبة كتيرة في هذا السن موليد سبعة وتسعين موليد سبعة وتسعين طيب يبنى بس كده بنق لحضراتكم الفكرة ازا عامر حسين خلال ساعات يعني خلاص هيطلع الجدوى للمعلن بتاع اتحاد القرى وعفقا بعد ما اللجنة تشكلت واللجنة تكونت وكله تكلم وكله ترتب وعملوا اتصالات ولكن رد فعل الاهلي الرسمي لن يصدر الا بعد وصول خطاب رسمي من اتحاد القرى للنادي الاهلي كذلك موقف نادي الزمالك وزي ما انا قلتلكم المسابقة مهددة بعدم الاستكمال بسبب عدم وجود امور واضحة وبسبب ما يراه النادي الاهلي ان في مباراة تم تأجيلها للفريق على العكس الزمالك بعض المباراة لم تؤجل له او بعض المباراة تم تأجيلها عفوا علشان مصابقة الكونفدرالية الافريقية اللي بنبارك لنادي الزمالك مرة تانية الفوز بها اه كثاني فريق مصري وتوج بهذه البطولة بعد النادي الاهلي بطولة مهمة لجماهير نادي الزمالك في وقت مهم جدا يبقى ده الموقف الواضح والصريح في مصابقة الدوري العام ولسه مصر ابعتولي وقولولي رأيكو مصابقة الدوري العام تكمل ازاي وهل هتكمل ولا لأ ومن المتسبب في هذه اللحظة من وجهة نظري اتحاد القرى هو المسؤول عن ما وصلنا له الان بسبب عدم وجود خطة وخارطة طريق واضحة منذ البداية للنهاية عندك بلان ايه حصل مشكلة لازم عندك بلان بي وتبقى عامل وتوقعات كده ايه اللي يحصل لو الفرق دي تاهلت ايه اللي يحصل لو الفرق دي تاهلت ايه اللي يحصل في معسكرات المنتخب ايه اللي يحصل لو نظمت البطولة ايه وايه وايه كل الامور دي لازم تكون وردة ولازم الامور دي تكون مدروسة ومعمول حسابها ومن بدري جدا زي ما انا بقول لحضراتكم كل دوريات العالم بيحصل فيها الكلام ده الا الدور المصري اللي لسه الفرق ما بتبقاش عارفة الفرق بتبقى رايحة الملعب بيجي لها تليفون الغي الماطش ارجل الماطش ارجع تاني ده ما بيحصلش غير في الدوري المصري فقط لغير طيب هتكلم مع حضراتكم في نقطة تانية ومهمة جدا ايضا وهي تصريحات امير موتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك وانا امير يقول له وعايز يقوله ويتكلم براحته لكن انا هتكلم بس في نقطتين لما يسئل قالوله كابتن سيد عبدالحفيز وتصريحات وقال ايه قال الكابتن سيد عبدالحفيز خفيف وقال بيعاني من عدم النجومية هو لاعب فبيحاول يجيبها دلوقتي وهو مدير كورة وقال اللي بيفعله ده بيقلل من قيمة النادي الاهلي طيب خلينا اقول في حاجة كابتن سيد عبدالحفيز خفيف مش عارف لو خفيف الوزن ولا خفيف الظل ولا ايه كان محتاج يوضح لنا طيب انت بتقول يا امير ان هو بيعاني من قلة نجومية في النادي الاهلي طيب خلينا كده ارجع بالزاكرة شوية الناس كلها عارفة مين سيد عبدالحفيز وهو بيلعب كورة انا بتكلم بقى لعيب كورة شو انت بتقول له هو بيلعب كورة ما كان شي عنده النجومية دي طيب سيد عبدالحفيز كلاعب محدش يعرفه بطولات سيد عبدالحفيز دوري وتكاس وافريقيا محدش عارف سيد عبدالحفيز محدش عارف سيد عبدالحفيز اللاعب المدفعجي اللي كان لما نص الملعب في النادي الاهلي بيتأثر في غيابه سيد عبدالحفيز طيب انا مش هتكلم لان انا مش محتاج اقول سيد عبدالحفيز احرص بطولات كزا وشارك في كزا وعمل كزا لكن هو امير اه نجوميته ايه قبل كده? دعني خليني بس اعقد مقارنة ظالمة ما بين سيد عبدالحفيز مدير الكورة في النادي الاهلي وامير مدير الكورة ولا المشرف لا مع الكورة في نادي الزمالك. ده كان لعيب كورة ونجم في النادي الاهلي وشارك مع كل المنتخبات وشارك بطولات عالمية ومعسكرات مع منتخبات صغير وبطولات. هو امير كان بلعب ايه? انا بصراحة معرفش امير كان بلعب كورة ولا هندبول ولا كان بلعب مع صحابه يعني انا معرفش كان 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 هل كان شارك مع حاجة مع منتخبات شارك في مسببات ناشئين مثلا وجدته اصابة بطل يعني انا معرفش مؤهلات امير ايه مع مع الزمالك ولا مع فريد تاني يعني فانت اللي بتقول ان كابتن سيد بيعاني من من قلة النجومية وهو بيلعب يعني خلي حد تاني اللي يقول حاجة زي كده لان انت اصلا محدش كان عارفك غير اليومين اللي فاتوا لما بيت مشرف على الكورة فما تقوليش بتعاني من عدم نجومية ده هو نجم اصلا من قبل ما ييجي مدير كورة وبعدين بلاش بقى لعبة على مشاعر الناس اه امير بيقول اصلا اتعلمت فن الادارة من كابتن سابت البطل يا سلام تصفيق حاد واللي ويعني طبعا كابتن سابت البطل الله يرحمه الله خلاف عليه افضل مدير كورة في مصر قادم ولا لاحق ولا لكن انت فاكر كده انت لما بتقول الكلام ده يعني هو ده الجمال يعني هو ده الشياكة كابتن سابت البطل علم كابتن ساد عبد الحفيز وبيعلم مصر كلها يعنيه الادارة ده شرف ده شرف وحلو انك بتعترف بده لو كان ده حصل فعلا يعني لكن كابتن ساد عبد الحفيز يقلل من قيمة النادي الاهلي لا تصريح يعني مع كامل تقديره واحترام الامير تصريح ليس في محله كم من الافضل انت فايز ببطولة تقول انا بكن تقدير واحترام للنادي الاهلي وجماهيره ولمدير كورة حتى لو في خلاف التصريحات لكنه كل تقدير واحترام اه ابقي ان تقدير واحترام لكذا 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 لكن تقول لي اصل هو كان خفيف واصل هو اه كان بيعاني من قلة النجومية واللي بيعمله بيقلل من قيمة النادي الاهلي لو كان بيقلل من قيمة النادي الاهلي مجلس ادارة الاهلي ما كانش هيسمح له واعتقد في مجلس ادارة ويعيبيدير وعرف السفينة ماشية ازاي بس عشان بث القلام يكون واضح وصريح امير اتكلم وقالك احمد شبير ايه مؤاهلاته اني بناءه برئيس اتحاد القورة كابتل احمد شبير لاعب نادي الاهلي وكابتل منتخب مصر الشرف كاس عالم تسعين افضل اعلامي في الفترة الفترات الماضية عنده مدرسة اعلامية يعني تتفق او تختلف معاه فهو افضل اعلامي لسنوات طويلة وعنده مدرسة اعلامية طلع منها العديد والعديد والعديد من الاسماء اه 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 شارك في العديد من الدورات التدريبية انا مش انا مش بدافع بس انا بقول لحاضراتكم يعني عنده علاقاته حلوة جدا بكل الاندية ومركز الشباب وجامعات العمومية اكتر من دورة كان موجود في اتحاد القورة فدلوقتي بناءه برئيس اتحاد القورة جاي دلوقتي تقولي ايه مؤهلاته انه بناءه برئيس اتحاد القورة هو منزلش بالبراشوت